أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سجئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثنتمهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زرها ذلك ولو يشاشاء الله لن انتصر منهم ولكن ليبلوا بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلحوا بالهم ويدخلهم الجن نتعرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يثيروا في أرض فينظروا كيف قال عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا اعتمد تعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأج من قرية أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفرقا كان على بجنة من ربي كمن زجن له سوء عملي كمن زجن له سوء عملي واتبعوا أهواءهم مثل الجنجنة اليتي يوعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغجر طعم وأنهار من خمر لذد للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوه ماء حميم فقط عمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عيدك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طبعوا الله على قلول بهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدوا وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد ججاء شرطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين ولو مؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة واذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك والمغشي عليهم من المول فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو الخذق الله هل كان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصموا وأعماء بصفرهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين رتدوا على أدبارهم من بعد ما تبجن لهم الهدى الشيطان من بعد ما تبجن لهم الهدى الشيطان ثول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرئوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يغربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرموا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أفضانه ولو نشاء لأريناكهم فلاعلمفتهم بسيماهم ولتعرف أنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدتوا عن سبيل الله وشاق الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبجل لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهو الكفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلم والله معكم ولن يدركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولا وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لترفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسي والله الغنج وأنتم الفقراء وإن تتولوا لو يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم